هاي يا بنات ازايكم عاملين ايه? الفيديو ده من ضمن سلسلة فقرة اسناعي بنفسك كل تلات الفيديو النهاردة مش هنعمل حاجة طبيعية مع بعض هتكلم عن كام نقطة مهمة اساسية لازم نعرفها قبل ما نعمل الحاجات الطبيعية خاصة الحاجات اللي هنستخدم فيها الزيوت لان الزيوت انواع كتير جدا فيه زيوت متناهية جزيئات وفيه زيوت جزيئاتها صغيرة وفيه كمان زيوت جزيئاتها كبيرة وده مش عايف في الزيوت لأ لكل نوع وظيفة معينة بيقاديها احنا اللي لازم نبقى عارفين وظيفة كل زيت عشان نعرف نستخدم الزيت المناسب لنا وكمان لازم نعرف ان فيه زيوت ناقلة وفيه زيوت اساسية يعني فيه زيوت بتستخدم بطريقة مباشرة على البشرة وفيه زيوت بتحتاج ان هي تتخفف او تستخدمي زيت ناقل لها وكمان هقول لكم على كام ركاية تستخدموها لو عندكم مسلا كريم او صيرة مفاوله قليل او مفاوله ضعيف هنعمل له كم حاجة كده عشان نزود او نقوي من مفاوله فتابعوا معي الفيديو للاخر وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي اللايك والشير والسبسكرايب عشان يبصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي انا بقدمها وكمان لو عندكم مقترحات او تعليقات او فيديوهات حابين اعملها اكتبو لي تحت في التعليقات ويلا بينا على الفيديو اول حاجة هتكلم عن كل نوع من الزيوت بالتفصيل وهحاول على قد ما اقدر ابسط لكم الموضوع عشان يكون سهل وبسيط عليكم وهحاول اجيب لكم اسامي الزيوت ولو في نوع انتو بتستخدمه وانا ما تكلمتش عليه ابتجو لي تحت في التعليقات وانا هقول لكم داي وصندف من اي نوع بس انا على قد ما اقدر هكلمكم عن انواع كتير واول نوع معنا وهي الزيوت متناهية الجزيئات يعني ايه زيوت متناهية الجزيئات يعني الزيوت دي مفهاج جزيئات بتختارك البشرة وكمان احيانا بتوصل الى الدورة الدموية بتاعت الجسم يعني الزيوت دي الجزيئات بتاعتها مش موجودة اساسا فعشان كده بتنتص بطريقة سريعة زي الزيوت اللي هي العطرية عشان كده الزيوت العطرية دي من الزيوت اللي هي متناهية الجزيئات عشان كده الناس بتستخدمها في عمل المساج زي هنا عندي انا من الزيوت العطرية زيت اللافندر بحب جدا احطه في ازازة سبري مسلا وارش في الاوضة بيهدي الاعصاب جدا وفيه طبعا زيت البرتقان اللي هو غني بالفيتامين سي وفيه زيت الورد الزيوت العطرية دي مش بقدة حقها قوي رغم ان الزيوت دي على فكرة بتمتص بطريقة سريعة جدا على الجلد ولا بتسد المسام ولا بتسبب اي حاجة بس الزيوت دي متستخدمش بطريقة مباشرة نهائي على البشرة يعني لو انت حابة تستخدمي زي زيت البرتقان بتستخدمي بتاخدي نقطة على زيت ناقل وانا هتكلم معكم عن الزيوت الناقلة او تاخدي مثلا نقطة على كريم مرطب عندك نفس القصة بالنسبة لزيت البرتقان نفس القصة بالنسبة لزيت الورد الزيوت دي بتتخفف ما بتستخدمش بطريقة مباشرة زيت البرتقان ده من زيوت المناسبة جدا للبشرة الدهنية وكمان البشرة المعرضة للحبوب والبشرة اللي فيها مشاكل وتصبغات لانه يعتبر عنصر اساسي فيه فيتامين سي وانتو عارفين الفيتامين سي ليه فوايد كتير فاحنا دايما بنهمل زيت البرتقان رغم انه مفيد جدا وكمان زيت الورد من زيوت اللي بتفتح البشرة جدا والزيوت دي كمان ريحتها حلوة فعشان كده زيوت دي هنستخدمها كتير في الوصفات اللي جاية وكمان هقول لكم ازاي ممكن تستخرجوا زيوت دي بطريقة طبيعية جدا في البيت بعد كده هندخل على النوع التاني وهي زيوت ذات الجزيئات الصغيرة واول زيت معانا بس هو مش موجودة عندي دلوقتي هو زيت الارجان طبعا زيت الارجان من الزيوت الحلوة جدا والمفيدة جدا للبشرة وكمان بيمتص بطريقة سريعة بس للاسف الموجود زيت الارجان اللي في مصر هنا مش الاصلي زيت الارجان المغربي اكتر موجود في المغرب لكن معظم اللي بيتبعه هنا الصراحة بيكون مخشوش فانا شايف ان بديل اللي مؤقتا هو زيت الججوبة وعندك انواع وشركات كتير بتبيع زيت الججوبة كويسة زي امتنان. ده كلمتكم كتير عليه قبل كده وسائل. كمان زيت الججوبة من الزيوت الاسعارها كويسة يعني تقريبا دي كانت بتلاتين جنيه. وفيه كمان زيت الججوبة بتاع افريكانا. دي لعبه بخمسين جنيه خمسة وعشرين مليو وهما كمان عاملين شكل لعبه بتاعها حلو جدا عشان يبقى سهل في الاستخدام. زيت الججوبة ده يعتبر من الزيوت اللي هي مش محتاجة ان انت تخفي فيها تستخدمها على طول مباشرة على البشرة يعني ممكن تاخدي نقطة وتحاول تدليكيها كده او تسخينيها شوية وتبتدي التبطبي بيها على البشرة او ممكن لو انت بشرتك دهنية جدا ومش بتحبي ابدا احساس الزيت ممكن تاخدي نقطة من زيت الجوبة على الكريم او اللوشن المرتب بتاع بشرتك هيبقى حلو جدا ومفاول حلو جدا في الترطيب لاني زي ما قلت لكم كتير ان الكريمات المرتبة ووظفتها وهي تغليف البشرة بس هي مش بترطب البشرة في الاعماق لا هي بتغلي في البشرة عشان البشرة طول الوقت بتفقد مية فهي بتعمل زي تغليف البشرة تقلل مفاول او تقلل فقدان المية اللي بتفقدها البشرة فعشان كده زيوت المرتبة اكتر بترطب البشرة اسناء استخدامها لكن بعد كده مفاول هيبتدي يروح وترجع البشرة تاني تبقى جافة فعشان كده انا دايما بنصح ان مع اي كريم مرتب نحط نقطة زيت اه ججوبة او ارجان او في كمان زيت تاني مش واخد حقه خالص رغم ان الزيت ده حلو جدا وبيمتص حلو جدا ومن الزيت اللي هي جزيقاتها صغيرة وكمان غني جدا بفيتامين سي وغني بفيتامين اي واضعاف كمان فيتامين اي اللي موجود في زيت الزيتون موجودة فيه وهو زيت بزور العنب وده شكله انا اللي عندي حاليا بتاع افريكان بيستخدم للبشرة والشعر طبعا فممكن تاخدي نقطة من الزيت ده على البشرة او ممكن برضو زي ما قلت لكم عادي تخلطوها بكريم والحاجات دي كلها هنستخدمها في الوصفات اللي هنعمل بها سيرامات للبشرة وفي زيوت بعد كده تعتبر زيوت وسط يعني لو زيوت دي رقم واحد هي تعتبر زيوت رقم اتنين زي زيت اللوز الحالو زيت اللوز الحالو من الحاجات اللي البشرة بتمتصها بس مش بتمتص الزيت كله يعني هو يعتبر بتتص مسلا جزء منه والجزء التاني بترسب على البشرة عشان كده بفضله اكتر للناس اللي بشرتها جفة جدا جدا تستخدم زيت اللوز الحالو زي النوع ده ده من امتنان وفيه كمان زيت الترمس بس زيت الترمس ده من الزيوت اللي انا مش بحب تستخدمها على البشرة تستخدمها لأيديكم او رجليكم من الحاجات الحلوة جدا اللي بتفتح جدا من الزيوت اللي بحبها جدا للأدين والرجلين او اماكن غمقة في الجسم زيت الترمس من الحاجات اللي بتفتح يعني انا زي امام كنت بجيب الترمس واطحنه واستخدمه مسكات للبشرة وفيه كمان من الحاجات الحلوة اول ما اتكلمتش عليها اللي بتعمل مسكة حلو جدا للبشرة اشري بورتقان تنشفوه وتطحنوه هيبقى معاكم زي البودر وده هيبقى تحطوه في علبة واعتبروه زي ما تكون مسكة مشتريين وحلو جدا تخلطوه بلبن تخلطوه بعسل تخلطوه بمية ورد وتعملوه مسكة على البشرة من الحاجات الحلوة جدا اللي هنعملها بعد كده مع بعض تمام كده ودلوقتي هنتكلم عن الزيوت اللي هي جزيئاتها كبيرة وده مش عف الزيت هو وظيفة كل الحكاية هو يغلي في المنطقة اللي بيستخدم ليها زي زيت الزيتون بيستخدمه للشعر حلو جدا بيغلي في الشعر حلو جدا في حمامات الزيت الناس اللي شعرها تالف من الصبغة او شعرها بتقصة في جامد بتستخدم الزيوت اللي هي بتغلي في الشعر وفيه كمان من الزيوت لجزيئاتها كبيرة اللي معظم الناس كمان بتستخدمه على بشرتها وهو زيت جوز الهند زيت جوز الهند يا بنات ماينفعش خالص يستخدم على البشرة وكمان البشرة الدهنية زيت جوز الهند جزيئاته كبيرة بترسب على سطح الجلد البشرة مش بتمتصه خالص فعشان كده غلط جدا استخدام زيت جوز الهند على البشرة هو حلو جدا للشعر حلو جدا للجسم لو اماكن عايزة تحميها من يحصل فيها التهاب او احتكاك حلو جدا مثلا الاسكرابات بتاعت الجسم لكن ما يتسبش زيت جوز الهند على البشرة لانه هيسد المسام و هيعمل حبوب لان في ناس كتير بتستخدم زيت جوز الهند غلط وفيه كمان زيت معانا تاني برضو الناس بتستخدمه على البشرة وهو زيت جنين الامح بتشاهر جدا الزيت ده في الفترة الاخيرة ان الناس بتستخدمه على البشرة عشان يرتب البشرة ويمد البشرة في فيتامين لكن الزيت ده من زيوت الجزيئاته كبيرة بترسب على سطح الجلد وهيعمل انسداد في المسامات وهيعمل حبوب عشان كده زيت الزيتون لأ زيت جوز الهند لأ زيت جنين الامح زيت الخروع برضو لقى من الزيوت اللي هي جزيئاتها كبيرة وطبعا فيه انواع زيوت كتير بس زيوت دي اللي انا فاكراها فعشان كده لو فيه نوع انتو بتستخدموه وانا ما تكلمتش عنه اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا هرد عليكم بس دي الزيوت الشائعة او الزيوت المنتشرة للناس كلها بتستخدمها وطبعا فيه معلومة تاني مهمة الزيوت فيه زيوت اساسية وفيه زيوت ناقلة يعني اساسية ويعني ناقلة اساسية يعني الزيوت دي ما ينفعش تستخدم بطريقة مباشرة على البشرة زي الزيوت العطرية والزيوت الناقلة اللي ممكن تستخدميها عادي مباشرة على البشرة وممكن طبعا تعملي ميكس بين الزيوت الناقلة والاساسية يعني لو عندك زيت اساسي مش قدر تستخدميه اخلطيه مع زيت ناقل كده هتقدر تستخدميه بطريقة مباشرة على البشرة من غير اي مشكلة واخر حاجة هتكلم عليها قبل ما اختم معاكم الفيديو انا لو عندي كريم او سيرم مفعول وضعيف طبعا ممكن جدا اخلط معه نوع الزيت اللي انا عايزة مني الحاجة دي يعني لو عندي مسلا سيرم فيتامين سي وانا بشرتي جفة او حسن السيرم ده مش بيرطب بشرتي انا ممكن في الحالة دي اخلط مع السيرم زيت بذور العنق او زيت الججوبة وممكن كمان اخلط معه نقطة من زيت البرتقال لو حسن مفعول الفيتامين سي فيه كمان قليل واستخدمه على البشرة بتاعتي عادي بفيش متشكلة ولو كمان عندي كريم مسلا تفتيح وحسن المفعوله بسيط ممكن اخلط معه زيت بذور العنق من الحاجات اللي بتفتح حلو جدا وممكن كمان اخلط زيت الورد من الحاجات برضو اللي بتفتح حلو جدا فانا قلت لكم الزيوت دي بتعمل ايه بالزبط وعلى حسب انت عايزة ايه اخلطي وطبعا زيت الترمس ده ممكن اخلطه مع اللوشن بتاع الجسم فالزيوت دي من الحاجات الحلوة جدا اللي بتخترب طبقات الجلد وبتدي الكريم او السيرام يأثر في طبقات عميقة من الجلد مش ترسب بس على سطح الجلد او يكون مفعوله بس سطحي فعشان كده انا من الناس محبين الزيوت جدا وهنعمل مع بعض الفيديوهات الجاية سيرامات للبشرة بالزيوت وناخد منها فيتامي سي وناخد منها كمان الهيرونيك اسد وناخد منها حاجات مرتبة ومفتاحة وهنعمل سيرام حلو جدا للبشرة فتابع معي الفيديوهات الجاية اللي هتنزل ويارب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدت واكون قدرت اوصل لكم المعلومة بطريقة بسيطة وشكرا ليكم ومع السلامة